هنخرج من دي ونروح نقول ونبارك لفريق كرة السلة رجال بالنادي الأهلي عمل مباراة ولا أروع ولا أحسن من كده حلوة المباراة في شخصية لعيبة النادي الأهلي شخصية لعيبة النادي الأهلي اللي تواجدها بقوة جمدة جداً في أرض المباراة مبارح لعيبة النادي الأهلي لما تفرج عليها في كرة السلة مبارح وقفين في الملعب هي دي الشخصية هي دي شخصية اللعيب أو شخصية النادي الأهلي اللعيب عارف بيعمل ايه من اول المباراة لغاية اخر المباراة ومعه مدير فني رائع من برا كابتن اشرف توفيق ما شاء الله عليه بيعمل روتيشن في الفرقة جميل اللعيب يلعب خمس دقايق ويطلع ويغير وما تحسش ان اللعيبة بيحصل اي دروب جوه ارض الملعب المباراة كانت متميزة جدا جدا بالنسبة فري الأهلي كان عندهم روح وحماس عالي جدا لان المباراة مبارح لا تقبل اسمها على اتنين على اتنين اللي هو ما ينفعش نخسر لان الخسارة تخرج برا كاس مصر وكانت بطولة مهمة جدا احنا نستمر في بطولة كاس مصر لان البطولة دي بطولة الناد الأهلي بيكسبها في السنوات الماضية بيكسب بطولة كاس مصر وهي كانت بطولة مهمة وماشاء الله عليهم تمام سمعوا الكلام لكن الكوارتر التالت الأهلي نزل شوية لكن الحمد لله قدرنا نعدي المباراة بنجاح مع قيادة فنية مع نجومنا الكبار اللي مش عايز انسأ ولا واحد يعني مودي الجرحي طبعا كابتل فريق أليكس يونج الأمريكاني اللي ماشاء الله عليه رم جنيدي وسلسياته الجمال وكمان أكيد شوكت وكل لعبتنا لكن نجمع